القاهرة الجميلة تتزين القاهرة الجميلة وطبعا لازم نقول عليها القاهرة الجميلة القاهرة كمان تغيرت يعني كتير من الناس اللي بتسافر وتيجي بحسوا انه القاهرة بقت ممتدة يعني زمان يعني من عشر سنوات كنا بنقول على القاهرة والجيزة القاهرة الكبرى بس الحقيقة هي بقت القاهرة الكبرى جدا يعني العمران التشييد البنى وكمان التجميل والجمال انت بقيت تمشي في اماكن في القاهرة احيانا تقول ايه ده والمكان ده اللي حصله ولازم يبقى معاك يا اما جي بي اس يا اما خريطة كمان التجميل على الاماكن الاثرية والاماكن السياحية الحقيقة يعني العمل شغال بقاله فترة على قدم نوساق طول الوقت انت بتشوف قاهرة جميلة من حوالي كم يعني من ايومين تلاتة تقريبا كان عندي تصوير لبرنامج بيت للكل في منطقتين منطقة القلعة والمنطقة التانية منطقة سيدنا الحسين كنت سعيدة جدا اولا القلعة من الاماكن البديعة حقيقي بديعة فيها كده يعني عظمة واثار جميلة والمنطقة والجامع وجامع محمد علي من المناطق الجميلة حقيقي كمان منطقة سيدنا الحسين وسيدنا الحسين تحديدا والسحة حاجة بديعة والتطوير ويد الترميم اللي موجودة في المنطقة ان شاء الله يعني هنخرج بنتيجة كلنا نحتفل بيها وده اللي انا عايز ابدأ به معاكم لان القاهرة دايما الحقيقة وحتى تلاقي دايما الناس تقول يعني الاخوة العرب لما يجي يقولك والله القاهرة حلوة كتير في الليل لا هي حلوة في الليل وحلوة في الصباح والخبر بيبدأ دلوقتي اللي انا هقوله لحضراتكم لاننا سنحتفل بالقاهرة تحتفل القاهرة بداية من الحد المقبل باختيارها عاصمة للثقافة لدول العالم الاسلامي وذلك بصور القاهرة الشمالي واكدت وزيرة الثقافة دكتورة ايناس عبدالدايم على بدء فعاليات الاحتفالية من خلال استعراضها تقرير دا كان امام رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حول فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الاسلامي لعام 2022 من جانبه اوضح مدبولي ان هذا الاختيار يعكس نجاح وزارة الثقافة في تنفيذ استراتيجية الدولة في ظل اهتمام رئيس عبدالفتاح السيسي بصون وحفظ التراث المصري على كافة الاصعيد وبذلك كمان نرى كافة المساعي التي من شأنها الترويج لقيمة هذا التراث وعراقة مصر بين دول العالم اجمع واحنا الحقيقة بالعين المجردة شايفين بنفسنا كل هذا الكلام القاهرة تتجمل والقاهرة الحقيقة هتكون في شكل جميل والاحتفال هيكون يوم الاحد المقبل ان شاء الله الناس تحتفي بيها وكان مفروض ان الاحتفال الحقيقة ده من عشرين عشرين لكن علشان نظرا لجائحة كورونا تم تأجيل الاحتفال والاحتفال هيكون ان شاء الله يوم الاحد المقبل حنستمتع بهذه المشاهد خلينا نروح لهذا التقرير فاصل ونعود نستكمل معكم باقي فقرات التسع اهلا بكم طبعا يعني احنا خلينا معاكم بنتكلم عن رمضان ودراما رمضان اللي واخد الحاق يعني حاق يعني بنتكلم كلنا طول الوقت عن شخصيات كتير بتعيش معانا كل يوم لو دخلت عسوشال ميديا مبدئيا من مبارح للنهاردة هتلاقي الناس كلها بتتكلم عن مربوحة طبعا مربوحة دي مراهد الكبير قوي ومبارح كانت مربوحة ترند السوشال ميديا والحد النهاردة وده طبعا يعني احنا عارفين الفنانة رحمة احمد اللي نجحت وقدرت ان الناس تشد الناس كذا مرة الحقيقة في اكتر من حلقة مربوحة برات الكبير الجديدة وطبعا بعد ليلة الفرح بقى وشوفناها والمشاهد ومن هنا طلعوا عليها هشتاجات اولا عملوا هشتاج المرأة الكهربائية المثيرة والدبدوب الطايجر وشخصية الممردة تفاصيل كتيرة كوميدية خلت الناس كلها تحب رحمة وتعتبرها نجمة الاسبوع الاول من رمضان خلينا كده نعرف اكتر من الفنانة الشابة رحمة احمد ونشوف ايه الحكاية دي ونحييها على كمية الكوميديا اللي بتقدمها كل يوم مع الفنان الكبير احمد ميكي رحمة مساء الخير مساء الفل زك يا بصيدة ايوة انت عارفة يعني مجرد ما قلت كده حتدحكيني يعني حاسة انك هتعملي حاجة كده على الهواء اولا انا عايز اعرف يا رحمة ازاي تم اللقاء بينك وبين الفنان احمد ميكي والاختيار للعمل ده والله او اللي انا عرفه ان انا اترشحت من كذا حد لأستاذ احمد جندي واستاذ احمد ميكي وهم جمنا وروني في مصرحية كنت بقدمها على مصرح الهناجر في الابرا اسمها ديجافو فهم جمنا وروني الحقيقة وحضروا المصرحية وبعد كده عملنا ميتين كده يعني تم واقع الاختيار علي طيب يعني كنتش متوقعة انه ممكن يتم الاختيار يعني انه الناس تختاري انه هما يختاروكي في دور زي ده لان ده طبعا دور مهم جدا صدقيني انا ما كنتش اعرف يعني انا ما كنتش اعرف اصلا انه هما بيدوروا على الحد دي حاجة انا ما عرفوش وما كنتش اعرف اطلا انه هو انه هو ما كنتش اعرف كمان انه هما جايين عشان خطر كده بس هي دي الفكرة اه كمان فده بالنسبة لك عموان كان اريح انك بتعملي العمل اللي انت بتعمليه براحتك يعني طيب اه اكيد انا دلوقتي معي الاهم ليكي معي مشهد بتاع الفرح انت والكبير وهنا انت في المشهد ده يعني عاملة بقى ايه المرأة الكهربائية يعني المشهد ده اخد تصوير قد ايه اه مش عارفة حوالي يوم ونص تقريبا اه يوم ونص الايه فندم يعني اخد تقريبا يوم ونص على بالما اه المشهد كله بتاع اللي هو مبعد الفرح ده يعني كان وكان لطيف يعني جدا كواليسو كان لطيفة وكان احنا كنا مبسوطين كمان وهم وحنا بنعمله على قد ما كان متعب عشان التغييرات الكتير بتاعت اللطقم بتاعت المربوحة والحاجات دي كلها بس الحمد لله رب العالمين يعني رد فعلا الناس بيخلي الواحد يحس بقيم التعب والحمد لله رب العالمين احساسك وانت قدام فنان كبير زي احمد ميكي برصيد ستة اجزاء انت في الجزء السادس دي برضو مسؤولية كبيرة طبعا اكيد بس هو كان حد لطيف جدا انسان لطيف جدا وفنان كبير كان دايما سابورتف يعني وكان دايما لما بيلاقيني اقلق كان بيتمني بشكل كبير يوجهني كمان يزيني نصايح يقولي اذكر منين الحاجات دي كلها كانت مهمة جدا يعني هو بصراحة انسان عظيم مكسب فني وشخصي لأي حد طبعا نجم كبير طب راح ما اقوليلي عشان المشاهد بتاعتك كلها كوميديا يعني انا بتصور ان الكوميديا لما تتعاد مثلا كسه مرة بيبقى صعب ان انت تعيدي الافيه يعني ممكن الدراما تتعاد مش هتعادي يتعاد لكن الكوميديا والضحكة تعاد ما بيروحش الاحساس هو بالتدريب يعني بتاع الواحد يعني محتاجة بس سنس بس شوي انه اريح امتى للافيه اعيده ازاي هل اعيده بنفس الاداء اللي انا قلته قبل كده ولا في حاجة احسن كده يعني الحاجات دي كلها بتفرق يعني المشهد اللي عشاشة ده اللي هو انت معاكي البرنيتة الحمرة دي ومعاكي الحاجات ده المشهد ده اكيد كواليسه يعني كلميني عالكواليس لفسها بقى والمخرج احمد الجندي والناس احساسهم بيكي كان عامل ازاي لانه هم اول مشاهدين ليكي والله يبص هو يعني استاذ احمد الجندي طبعا يعني ما يتخيرش عن استاذ ميكي الاتنين قلتف من بعض استاذ احمد الجندي كان دايما برضو سابورتف بشكل كبير وعنده سنس كوميدي كبير قوي وبيعرف يوجه الشخص اللي قدامه ازاي يعرف يطلع كوميديا من اي كاركتر قدامه دي ميزة استاذ احمد الجندي يعني كده هو متميز بشكل كبير قوي وبيعرف يعمل دا قوي في الكبير بالذات لانه هو كان مخرج كذا جزء قبل كده طبعا دي حاجة كانت لطيفة يعني انا كان ربيني بيشبيني ان انا وقعت في استاذ زي احمد الجندي يعني حاجة لطيفة جدا طب قوليني رحمة يعني انتي طبعا فنانة شابة ولسه بتقدمي الباصمة بتاعتك الكبير قوي كمان يمكن يعني كان فيه الفنانة الجميلة والفنانة الموهوبة جدا طبعا دنيا سامير غانم ويمكن نجاح كبير للكبير قوي كان هدية في الكبير قوي الناس بتقارن على السوشال ميديا وانا شفت الكاتبة بوست بتقولي بتشكري الناس وبتقولي ارجوكم ما بلاش مقارنة مع الفنانة الدنيا سامير غانم دي فنانة كبيرة وكذا يعني المقارنة دي بتضايقك شوية خالص يا ده انا ليه الشرف انا ما كنتش هتخالف يوم الايام ان انا تقارن بحد زومة وهبة ونجم سوبرستار زي اوستاذة دونيا يعني دي حاجة عظيمة جدا بالنسبة لي بس الفكرة كلها الناس بتقارن في حاجة مش موجودة اصلا يعني مش مكان هدية مش حد زي دي او حد بيكمل مسيرة هدية لا خالص ده كاركتر مختلف وده كاركتر مختلف تاني مع الاحتفاظ طبعا بكل الفقر والاعتزاز ان انا اتحط في مقارنة ما بيني وما بينها يعني دي حاجة عظيمة جدا بالنسبة لي اه والناس كمان قرنت بين الفرح الكبير وفرح ثانية ثانية اه مظبوط بالزبط يعني الناس قاعدة مركزة جدا يعني اه مظبوط مظبوط ده كتا بوست دحكني جدا بصراحة انا اصلا بحدي فرح ثانية فكل حاجة تيجي في التاريخ مع فرح ثانية دي حاجة انا هحكيها لولادي يعني طيب قولنا احنا كده تقريبا يعني الاسبوع الاول من رمضان يعني خلاص بينتهي بكرة الجمعة فانتي كده الاسبوع الاول عدة وفيه نجاح لي احساسك ايه بعد مرور الاسبوع الاول على فكرة صورتك من وراء هي على الشاشة احساسك ايه بالاسبوع الاول اه والله انا بس حتى بالشكر والامتنين لربنا ان هو ان هو عوض تعدي خير يعني في الحاجة اللي انا قدمتها ومفصوطة طبعا من رد فعال الناس دي حاجة يعني احنا اصلا بنعمل ده عشان فاطر الناس فكون رد الفعالي يكون حاجة زي كده دي حاجة يعني كبيرة جدا بالنسبة لي ألف الحمد شكر لله يعني الحمد لله طب قوليلي يعني عادة يعني يعني مع اذاعة الحلقات الاولى بيبقى انتوا لسه لسه بتشتغلوا مش كده لسه ما خلصتوش اه اه لسه اه لسه مشغالين تصوير اه مع الحلقات الاولى بيبقى بقى المخرج والفنان احمد ميكي والناس دول ليهم انتوا بقى تاني رغم ان هما شايفينك ومصورين ما بيبقى احساس تاني بيبقى نجاح تاني ايه اللي تقلق بعد بقى انتوا بقى الناس كتابات السوشيال ميديا الهاشتاجات كل الحاجات دي مش عارفة صدقيني يعني انا لسه حد دلوقتي ما قابلتهمش بس يعني الرياكشن انا باخده من الناس اكتر هما طبعا متأكيد متحمسين لان ده برضو شغلهم بطريقة يعني اساسية يعني بس انا يعني يعني يرد الفعل الناس كمان يعني بيطمن شوية انه ممكن اه انا تمام انا ماشي على الطريق الصح انا تمام حقاقت المفروض يتحقق في الحتة الفلانية فبس يعني هو عموما يعني يعني الوجود جوه الكبير هو هو نجاح هو نجاح اكيد ونتمنى ان شاء الله انه الاسابيع اللي جاية ان شاء الله بقى الحلقات تعجب الناس نتكلم فيها بقى في الوزن كريم يا رب على كل الناس اكيد انا بشكرك جدا في اي اعمال هتبقى موجودة بعد انتهاء الكبير ولا لسه الله اعلم ان شاء الله ان شاء الله يبقى فيه كل حاجة حلوة وهي سيبك بقى وسيبك تدوخي في الكبير زي ما انت عايز بشكرك جدا الفنانة اشكرك يا سبيزة بشكرك بشكرك الفنانة الشابة رحمة احمد بشكرك جدا طبعا يعني بجد الكبير وجوده في الدراما لانه السنة دي احنا عندنا موضوعات كتيرة موضوعات كمان اجتماعية موضوعات وثائقية تاريخية سياسية حاجات كتير فاحنا محتاجين برضو للمسحة زي ما بيقولوا والكوميديا والحالة الحلوة اللي موجودة في الكبير عاملة للناس كمان شوية نوستالجيا الزمان يعني الكبير طبعا بقاله سنين ده الجزء السادس وفي نفس الوقت عاملة كده راحة الناس بتحب برضو تشوف اعمال كوميديا جميلة بتخفف عن باقي اليوم كله طيب تعالوا بقى نروح كده للفقرة اللي جاية دي ايضا هي خاصة بالدراما ببقى سعيدة جدا وجميل جدا لما نشوف ممثل مصري ناجح على المستوى العالمي ويشارك في دراما رمضان وفي عمل وطني مهم زي الاختيار انا بحس انه دي حاجة حلوة وده من حظ كمان ممثل المصري انه يبقى موجود كمان ويقدم يبقى عنده كده ايه البصمة الوثائقية تبقى موجودة يبقى موجود في عمل مهم زي ده الفنان امير المصري واحد من الوجوه اللي حققت نجاحات كبيرة وكتيرة في السينما العالمية واخد جوائز كتير عن فيلم لمبو في البريطاني طبعا وده اخد جائزة البافتة في سكوتلندا وشارك كمان مع جون ستيورد في فيلم روزووتر ورغم مشاركته في الدراما المصرية كمان قبل كده كان مع الزعيم عادل امام وفي طبعا مسلسل استاذ ورئيس قسم وكمان كان في مسلسل البرنسيسا بيسا وايضا كان لي مشاركة قبل كده يمكن قبل رمضان بشوية في نصيبي واسمتي فاعتقده حتى كان لي بصمة كمان مهمة في الاعمال الدرامية كده الاجتماعية الفنان الشاب امير المصري وجوده في الاختيار اكيد ليه انطباع تاني خالص عنه خصوصا ان هو يعني ما كانش موجود ما كانش عايش في مصر خلينا نعرف انطباع مشاركته عامل ازاي وهو كان يعني احساسه كان عامل ازاي معي على التلفون الفنان الشاب امير المصري مساء الخير مساء النور ازاي حضرتك ازايك انت وازاي الصحة اولا مرسي جدا على الاستضافة والانترو الجميل ده مش عاركة قولك ايه لا لا ولا يهمك بس كل سنة حضرتك طيبة اولا كنت عايز اقولك على كل الانترو ده وكل النجاح برا يعني سبب نجاحة مصر يعني المعلومة طبعا العكس انت العكس يعني نجاحك برا هو اللي هو اللي يعني يعني خلى نجاحك في مصر كمان بالنسبة لك انت مهم اكيد اكيد بس بس انا يعني ما كانش هيحصل برا لو انا لو انا ما اشتغلتش على نفسي هنا لو ما بدأتش هنا ونجاحة في رمضان مبروكة عام الحمودة طبعا وفعلا انا لما كلمت مبروكة عامل عالمين طبعا اه طبعا الشعب المصري هيهم اللي هيسندوك هم اللي هيبقوا براك قبل ما تسافر قبل ما يعني ايفن تحاول تجرب برا لازم يبقى ناجح في بلدك الأول ويبقى عندك بورتفوليو زي ما بيقول ما انت مش هتروح برا كده الا لو عندك حاجة تتسند عليها يعني اكيد طيب امير كلمني عن مشاركتك في الاختيار اختيار ده عمل مهم عمل جاد عمل وثائقي يعني عمل مهم جدا اولا لما تم اختيارك وانت يعني تلقيت الاختيار ازاي واحساسك بيه كان عامل ازاي انا بصراحة يعني اتخضيت يعني اولا اتشرف كبير جدا ان اي حد يشارك في المسلسل ده انا شركة الانتاج كان لموني ودكتور بيتر ميمي اشترح لي للدور فيارب اكون عند حصن ظناهم طيب لما دخلت بقى لانه ده عمل مختلف عن الاعمال الدرامية اللي عملتها كوميدية او اجتماعية ده عمل مختلف تماما انت لقيت نفسك ازاي كنت حاسس ان انت شوية الانتماء والهوية برضو بيبقى الواحد كده حاسس انه عايز يدخل في هذه الاعمال والله اهم ميتين عملته للدور ده لما عادت مع دكتور بيتر ميمي قبل ما بدأتنا خالص رحت اللوكيشن وكنا يعني مهتمين بالشخصيات انا مش بقدم شخصياتي انا بقدم شخصيات يحيق طبعا ان طلع بشخصيات اللي كنت عايز اعدي شخصيات واحد من الشعب اللي فانا بيحد بلد وحريص عليها وعلى فكرة انا عايز اقولك ان انا اصلا من ضمن الاحداث اللي حصلت في المشاهد حسيت فعلا الشخصيات يعني من كل ثمانية يعني اندمجت خالص حسيت ان انت يحيى من الحي الشعبي ده ورغم ان انت مش يعني انت مش من اه بعيد تماما ومش بتقدم ما قدمتش كمان الشخصيات دي قبل كده كتير لكن احساسك ايه وانت بتقدمها وعلشان تقدمها بشكل طبيعي كمان حقيقي هو الكتر اللوكيشن حواليك حقيقي فعلا فعلا والتمثيل حقيقي والشارع والقهوة والدكتور ميز فيتر والحيي ان كل الاداء لازم يبقى رياليستيك لازم يبقى حقيقي فعلا التمثيل مش مش كوميدي ولا يعني مش 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 طلع من المصرح طب انت حدرت نفسك ازاي لانه يعني الاحداث دي ما عرفش انت حدرت الاحداث دي في 2012 يعني او كنت موجود في التوقيت ده ولا يعني ناس كتير من الشباب كانوا بيبقوا موجودين وبيشاركوا لكن يمكن انت ما كانتش عندك الفرصة ان انت تشارك كنت موجود برا مصر كانوا هنا في مصر وهم كانوا وسألت اخواتك يعني هل في حاجات طبعا سألت ايه مثلا سألتهم ايه انا يعني مثلا اخوي عهاب كان دايما كان دايما بينزل وكان دايما يعني فهو كان اول واحد كرفرنس بالنسبالي فكنت بسأله يعني انت انت كشعورك كوطني كواحد بتحب بلدك انت عايز ايه يعني ايه اللي يتغير ايه وفعلا اوقت يعني اتقصر جامد وقال لي لا فلازم لازم تعمل ده مش بس يعني عشانك انت عشاني ايه عشان اخوك عشان كل شاب مصري عشاننا كلنا طيب في النهاية لما تم ازاعة الحلقات بقى وكده عندك في البيت قالوا لك ايه حسوا ان انت فعلا عامل الشخصية مظبوط ولامس الايقاع وكأنك كنت عايش نفس الاحداث الحمد لله الحمد لله يعني رد فعلا الناس عندك البيت تمام وهم مش يعني محسوش بامير يعني يحيى هم شافوك يحيى اه فان شاء الله ان شاء الله بيت الحلقات يحيث بي يحيى اكتر اكيد يعني الفنان المصري امير المصري انا بشكرك امير واعتقد يعني ان ان شاء الله دي تكون كمان يعني فتحة جديدة وموضوعات جديدة عليك وتكمل ان شاء الله بتقلق البقي الحلقات او بقي دور يحيى في مسلسل الاختيار فرصة حلوة الحقيقة الاختيار يعني فرصة فيها كم من الممثلين من الصعب ان انت تقدر في عمل درامي تلم كل الناس باختلاف الاجيال باختلاف الفئات باختلاف كمان التنوع اللي موجود لان انت في النهاية بتقدم عمل مصري هو شبه الشعب كله شبه كل الاحياء شبه كل الناس اللي شاركت شبه شبه المواطنين بشكل عام خلينا ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم والنهاردة عندي لقاء كده معاكم ان شاء الله تسعدوا به ونكمل لقاءاتنا معاكم في خميس التاسعة ارجوكم ابقوا معنا كنت فين كل ده قلقتيني عليك لأ واضح جدا القلق غيرت هدومك واكيد خدت شعور ومش بعيدت وكونت عشيت من غيري كنت فين تخارتي ليه وليه ما بترديش عليا وليه فجأة تليفونك تقفد فيها يوسف ايه لأسلك كتير دي واحد واحد عليا هو انت فيه ايه كان نفسك قوي تطلع وكيل نيابة واهلك دخلوك هندسة غصبة عنك ولا ايه بتجبليش سيرة الناس دي ليه فيه في الاسمها السارة دي لو متعدلتش هروح فيها في ستين دا ايه تاني يا يوسف تاني احنا مش قلنا كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه حر دي اختي دي يعني فوشي عايز الناس تقول علي ايه مش عارف ايه لما اخته ايوة بس باباك موجود يا حبيبي دا مش فاضي غير اللي نفسه امسك في اللي من المنتك طمي ايه انك وصلت احنا اتصلنا بقى وسألنا ودورنا ما تقدرش على بعض يا كنت فين هارد على موني وقالك على طول ايه موني او لأ انا لسه داخل البيت او انا كويسة حصلت مشكلة كده في العربية او 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 جوه الدراما لما بتشوف عمل وبتشوف العلاقة بتقف كده وتقول ايوة انا عندي نفس الشخصية دي او المرأة تقول ايوة انا بعاني من نفس المشكلة دي لكن المهم ان احنا نقدر نوصل دايما وجهات نظر مختلفة ممكن تغير احيانا في بعض التفكير اللي موجود في المجتمع اذا كان التفكير في قصور خاصة في الحياة ما بين ست والراجل او الرجل والمرأة خليني ارحب بفنان الحقيقة في الاسبوع الاول من رمضان من خلال مسلسل يوترن قدر يعمل هو كمان يوترن ويقدر ان الناس تبدأ تتكلم عليه وتقول مين هو ده فنان ايمن القيسوني في الظيافة التاسعة خليني اتعرف عليه عن قرب وتعرفه ايمن اكتر لانه هو عمل اعمال كتير جدا الحقيقة مختلفة لكن يمكن دوره النهاردة في يوترن في الدراما مختلف شوية يبان انه اجريسف لما دخل علي كده لقيته لطيف جدا دنيا هادية وحلوة فقلت طب اعمال ايه اللي حصل مساء الخير يا ايمن مساء النور يعني منورنا عشان كده شلت قلت الباديكايد ممكن يمشي طيب اه اه قلت له ممكن يمشي لا لا بجد يعني ما هو كتير برضو ايه يعني انت تبان في المشاهد واتمنى ان احنا نشوف مشاهد حتى بتتحرك كده لو احنا نتكلم شوية المسلسل تبان ان انت انت طالع في دور الزوج الشكاك طول الوقت صح وده زوج مرهق قوي جدا ما هي ببقى هي واضح ان هي جانت تعبانة اصلا حتى في التصوير اه من من الشخصية دي بس اقول في الاول ان دي الشخصية بعيدة قوي عن شخصية ايمن بلد عن شخصية كنت يعني ان انا ممكن بقى ساعات عصبي بس لا ده الواحد وهو بفقري بيتوتر ان هو بجد شكاك ومش بس شكاك هو قبل الشك هو انسان مش عايز مراته يكون عندها اي حياة غير معاه هو بس يعني لا هي عارف اللي هي تتنفس من خلال الحدود اللي هو عاملها بس بس الشخصية دي موجودة عن فكرة طبعا كتير وتلاقيها الطول الوقت لازم يشوف موبايل ران تبقى هي قلقانة الحياة حصلت تبقى هي قلقانة يعني احنا هنا شايفين المشاهد دي حد المشاهد طبعا بنحية ريهام حجاج وكل الكاست بس يعني انت كمان عندك اداء يعني رغم الاداء اللي فيه زي ما بنقول كده اجريسيف او يعني شراسة شوية بس بس المشاهدين مبسطين منك مش مندايقين منك بس هو لا انا بالعكس انا عايز الناس تبقى مندايقة من مني مندايقين من الشخصية بتحبيلك انت كممثل الحمد لله فلو انا قدرت اوصل ان في كذا شخص قالولي على فكرة انت غلز جدا ووفر بالعصبية فكرحتنا فيك من الاول فدي حاجة كويسة معناها ان انا عرفت اوصل للشخصية الصح ومش بس مع ريهام كده هو مع اخته كمان من النوع اللي هي برضو ممكن نقول للمجتمع العربي ممكن برضو تكون بتعمل حاجات مش مناسبة بالنسبة لناس كتير فهو دارس في امريكا بيقول هنا مامته برضو لبنانية بس في الاخر هو راجل عربي ومش عايز الحاجات اللي غير التقردية تكون في بيته طب قولي بقى انت في الحقيقة عندك نفس التشابه في حاجات كتير انت برضو دارس برا مصر صح ومامتك برضو لبنانية صح بس مش متجوز ريهام حجاج متجوز برضو متجوز واحدة لبنانية واحدة لبنانية واه وهتقد نسرين هي موضل اصلا نسرين اكس فور كات وموضل وبتمثل واكيد امر الشك ده موجود في الحياة ولا انت عملته في الدور ده عملته في الدور ده احنا كان لازم نسلق النسرين لا الحمد لله احنا الاتنين وصقين من بعض جدا فمفيش ان برأيي انا الشك والغيرة والحاجات دي هي الناس دام يتقول حلو الغيرة بس الغيرة دي او الشك كده بيقتل العلاقة طبعا هي بتحس الستن هي عايشة مع محقق مش زوج بس عرفك كمان الزوج فيه نوع من انواع الرحمة كده والتراحم يعني هي عايشة مع محقق بس كمان فيه ستات كده فيه ستات اللي هو برضو بتكون شكاكة في كل حاجة تليفون بتحاول تعرف مين اللي على التليفون هنقول ان بتتلعب من ناحيتين بس دور الراجل بيبقى ساعات او عصبي بالزيادة فاحنا دايما بنصرف بننور على الموضوع ده اكتر طب قولي لما تدور لما بدأت وحطيته الورق عشان انت تمسك الشخصية دي اللي هي موجودة الحقيقة في المجتمع بشكل كبير يعني فاحنا عندنا يعني كذا رجل في الدراما السنة دي عاملين مشاكل يعني انت وكمان شريف في فاتن امل حربي بس شريف عدى الحدود يعني كمان الشخصية دي انت بتروح لها ازاي يعني عشان يعني توصلي انا كمشاهدة كمية الشكة وكمية الحيرة وكمية القلق يعني احنا طول الوقت كمان حاسين ان ورق قصص دي حاجات بقى هتزهر بعدين انا كان مفروض ان يعني مثلا شخص زي يوسف والطريقة اللي بيتعامل بيها بنا ان كان عنده مشاكل وهو بيكبر عنده مشاكل مع الستات اتخان اكيد كذا مرة عشان يوصل ان هو مش واثق حتى في مراته انا قبل ما ابتدي التصوير اصلا قفلت على نفسي ان عايز اخش في مود يعني دارك مود كآبة ان احاس ان هو من جوه هو ممكن يكون بيحب امراته جدا بس هو فيه فيه حاجات كتير مش بتخليه طلع على حاجة الحلوة بيطلع على حاجة الاوحس اكتر يعني وبعدين انا مبارح شفت شريف وهانيته على الدور بتاعه رائع يعني انا بجد بحييه على المشهد انا شفت بعمل اتفرج على المسلسلات بس بتاعته الدور ده يعني شابو طبعا انتو بتعملوا شخصيتين الحقيقة الستات مش بيحبوه او بيخنقوا او الستة عايزة برضو يعني انو الرجل يبقى لطيف معاها يعني ويديها من الثقة وما تبقاش عايشة في التوتر ده وانت بتعمل الشخصية دي كنت شايف نوعيات في المجتمع العربي بقى يعني خليني افتح الدايرة مش بس في مصر مجتمع العربي اللي انت قلتلي برضو هو رجل عربي فاحنا كده بنوصف مجتمع العربي ممكن اقول الحمد لله انا معرفش ناس بالشخصية دي او بالعصبية بتاعت يوسف او بتاعت شريف بس قد ما بنوعد نسمع بنحس طيب ازاي بيعملوا ايه بنوعد نسمع كصص كتير انا الحمد لله المجتمع اللي حوالي والناس اللي انا عاربها صحي الحمد لله اه ف بيبقى صعب صعب لتخيل واحد بيبقى كده قدام الناس ومن وراء يعني من وراء الكواليس بيعمل ايه في زوجته اه اكيد وبيبقى ساعات كمان الشخصيات دي بتبقى ساعات كمان عندها نوع من انواع المرض فما بيبقىش لا هو سعيد معها ولا سعيد مع نفسه يعني في النهاية والحرمان دايما بيقول بتأثر الولاد بيتأثروا وبيتربوا البيت كله بالكهرب فيها زعيء كتير اه خناء يعني انا حتى انا ونسرين لو حنتخانق عمرنا من نتخانق قدام الولاد لو حنتخانق عمرنا من عملها قدام الولاد عشان ما يحسوش ان لا في حاجة غلط طب قولي انت كممثل بما انك هادي ومنفتح ومقدر والعلاقة لطيفة بينك وبين زوجتك في الحياة لكن ايه اصعب المشاهد في العمل ده لانه العمل ده على قد ما هو يبين انه دور الزوج شوية شكاك وكده لكن انت لازم طول الوقت لابس لابس التون بتاع الشخصيات انا عندي الصعوبة في المشاهد اللي فيها رومانس اكتر اه يعني لان انت بقى مش عارف تبقى مين مش عكده انا بالنسبالي ان بقى لي يعني من 2012 اه بمثل والحمد لله ان اغلبية لا كل الادوار اللي اخدتها فيها شرير فيها فيها عصبية فيها نير فيبقى صعب طيب انا لسه ما عنديش الخبرة ان نبص الواحدة في عينيها وبقى رومانتك قوي معاها بس الحمد لله ان العمل ده جمعني مع مع ريهام ان الكاميستري اللي ما بينا صداقة احترام بحبها جدا فقادر والحمد لله ان انا اتحطيت قدامها في الدور ده ان اتحسنت اه وقدر دلوقتي اوكي خدت الخبرة دلوقتي انه ممكن ابقى في مشاهد في الاول فيها حب ان هو بجد هو يوسف بجد بيحب يارى فهو الطريقة اللي بيوريها غلط او اللي حيعمله غلط بتصرف بتاعه بس هو انسان بحب خدت خبرة دلوقتي بس انت عامل 11 مسلسل يا ايمن فانت شايف انه 11 ما كانوش من الكفاية ولا يعني عشان انت يعني ممكن يكون 11 ما لمسوش حاجة عندك بشكل ال 11 اخليبيتهم ايه نبتدي بفيرتيجو اول مشهد عملته في حياتي دخلت قتلت 9 اشخاص ولا 6 اشخاص واحدة منهم 6 حامل فلما نبتدي كده كله على طول يعني بسييف كله قتل وضرب عملت يعني تلعى الهوى ودولتي بيتزيع مسلسل رومانتك كوميدي ده جل من اصعب الحاجات اللي عملتها في حياتي ان يعني يعني الشر اسهل الشر اسهل الشر اسهل بكتير بجد طبعا الشر اسهل على الشاشة بحس الشر بالنسبة لي اسهل والعصبية بالنسبة لي على الشاشة اسهل يمكن بحاول اطلع حاجات من جوية ما عرفهاش ان الشر سهل او النيرف العالي اسهل معانا احيانا ان الناس تقول انه النيرف الهادي ممكن يعني اقرب للشخصية بتاعتك فيبقى سهل فلا انت عايز تروح لشخصية تانية غير شخصيتك انت بالعكس كمان انا لسه نفسي اجرب حاجات مختلفة يعني ما عملتش لسه يعني اه اوكي في قتل وحركات بس عايز اعمل اكشن اكشن حقيقي اكشن ده بحس انه ممكن يكون ليق لي او لي اكتر مع ان هو دلوقتي انا الحمد اللي مبسوط وعلى فكرة انا ادقني دي هيم عملها علشان الركور بس انا كمان على الكاميرا بحس فدلكوا قد ايه تصوير قربتوا لسه مفروض توتل سبعة ايام او عشر ايام حقيقي واتخلصوا خالص مفروض هتحكيلي ايه اللي حصل بقى اوكي بسي يوسف حقيقتي لهم كلهم يوسف حيعمل يوسف حيعمل فاحنا مش عارفين يعني تحس ان يوسف ده وراه بلاوي هتطلع للأسف طب هيتجوز صاحبتها او لا ايه اللي هيحسن خير واهلا محسن باكم بحلقة جديدة مفتسعة ايو انا كنت عايز اقول حاجة مهمة جدا انه يوسف القيسوني كمان مش بس ممثل هو كمان هو ايمن بس يوسف ايمن 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 ما يوسف طغى علينا ايمن انت كمان مزيع ونجحت فيه جدا فانا ممكن اسيب لك انت اقول اللي انت عايزه لا ما اقررش اسأل اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه صاحبت لحد يملى يعشوز زي ما قلت لا لا ازاي التعاون بقى اولا مع ريهام حجاج وريهام طبعا مكتهدة جدا كمان السندي وعملة شغلة حلوة جدا وبتحب كمان تعمل ريهام ما بتحبش تعمل دور سهل يعني لازم الدور يبقى فيه حاجات وعندك طبعا يعني فنانين عظام صفاء طوخي دي على طول في صفك يعني جلت الست لا 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 سانية واحد الست دي بس الشنجون واضحين من دلوقتي الست دي قتلتني قبل كده لازمان بقول سيد صفاء انت فاكرة لما سممتيني في اسم مؤقت انا مش ناسي انا مش ناسي الموضوع ده فدلوقتي مهما انضربت بنتها هتحبني اه فده يوترن بالزبط للعلاقة ما بيننا اه وطبعا فنان توفيق عبد الحميد عودته للدراما عامل تقلي في المسلسل طبعا ورا سر هو كمان مسلسل وراه اسرار كتير هو مش هتكلم بقى 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 هو بقى هو برضو فنان كبير وجميل ولما بتشتغلي يعني انا اول مشهد او تاني مشهد عملته معا العصبية اللي ما بيننا ان اكون ويف قدام فنان زي ده ان طبعا مشهد التمثيل اولا صديقة ريهام او اللي هي صديقة البطلة واللي هي صديقة الزوجة في الحياة يعني الحقيقة فيه ناس تقولك ايه لا يعني حرصي ما تقربيش جنب حد لا احنا عندنا اصدقاء صرافاء والهطاف جدا بس واضح ان في المجتمع بقى فيه بقر كتير كده لا احنا هي مش بقى فيه هو دايما جنب موجود بس بحيس بقى ممكن بالسوشال ميديا والافتاح لحاجات الاغراء بقى موجود اكتر الكلام بقى موجود اكتر الراجل ممكن بيضعف مهما كان يعني يتضحك عليه برضه على حسب الشخص مش هتقولي الراجل انا دايما انا لازم يعني زي لو نتكلم على يوسف هنا يعني ما هي برضه بتحاول تدخله مداخل يعني منرجع بقى زي ما قلت في الاول يوسف عنده مشاكل من قبل المسلسل ما يبتدي فا اه صديقة ممكن تستعمل المواقف دي طيب هي كمان ما هي بتوقع كمان طيب في الناس دي برضه في المجتمع في ناس كتير زي دي هل بتحس ان الرجل مظلوم ولازم يكون بقى في دراما 20-23 مسلسل عن الرجل او للرجل كمان نحن في كل حاجة الحياة وكل حاجة بفيه مفتوح ففيه من ده وفيه من ده فالحلو ان نوري برضو الراجل اللي مش هيبقى عصبي والراجل اللي بيدحك عليه وبيتخان والراجل المحترم كل النوعيات احيانا بيقال بانه الراجل اللي بيبقى عصبي زي يوسف كده او عنده عدم ثقة وعنده شك هو كمان اتربع الشك واتربع على مشكل ما خدش تربية سوية ممكن ده بس انا برجع بقول برضو انت ممكن يكون حاجة حصلت موقف حصل في حياته اتخان يعني انا كايمن مثلا انا بكسف جدا في حيات الناس تتصارب انت ازاي بتكسف انت بتطع على التليفزيون انت بتقدم قدام الناس لا 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 النسبة بتصدقش على الحكاية واحد ممكن يكسف طبعا الكاميرا حاجة ده شغل والحياة اللي عاديه شغل ففي مواقف حصلت في حياته بتخليني اتكسف يعني عملي بكت روح اعكس بنت او اكلم بنت بالذات لو معجب بيها بتجنبها لو مش معجب بيها باخد اتكلم اه بتبعنا راحتك اكتر لا بتكسف اه فالناس تصارب ازاي انت اكيد لا فلا على حسب المواقف اللي حصلت طبعا التربية ليها يعني جزء كبير من الشخصية واللي ازاي هتتكون الشخصية من هو صغير طبعا طبقات الحياة والبيت يعني انا عايز اسألك سؤال كده خيالي بما ان انا مع يوسف برضو ايه اللي عنده غمود لو احنا كده استعرضنا يعني ايه خريطة رمضان بالاعمال وعملنا حركة تنقلات انت تروح مسلسل مين ومين يجي مكانك انت تشوف كان ممكن يعمل دورك وانت ممكن تعمل دور تاني انا للأسف ان انا ما تفرقتش غير على مسلسل بتاعت نالي وشريف انت ممكن تعمل تبقى مكان شريف لا لا مش هلان بعد ما شفت ايه شريف ماسك الدور ومزود من عنده لا بعدين ممكن اللحجة بتاعتي تبقى اعصب ان هو اخد شخصية مختلفة عن هو كان ممثل مفروض اقدر اعمل حاجات زي كده بس ما تخيلش شكل الشعبي اكتر انا لسه بعيد عن الموضوع ده يعني محتاج تجربة اكتر محتاج خبرة اكتر شريف عارف يعمل دور ده مفتكش ان في حد يقدر مش هتخيل حد مين ممكن كان يعمل دور يوسف احنا بنلعب بنعمل يوترن نعمل يوترن الشريف كان هيعمله بسهولة بعد اللي انا شفته امير كرارة امير كرارة بسباشا مصري ما بيطلعش دلوقتي الناس محافظة علي ممكن امير كرارة كان يعمل دور طبعا ممكن بس هي فكرة انه الناس انت مين دور تاني كنت تتمنى تعمله حاجة تانية ان انا اعمله في الدراما المتاحة الان للاسف بقولك احنا عشان بنصور تقريبا بكل مين طيب تحب في دراما 23 تمثل معي لا من انا بحبهم كلهم فحقولك الاسامي زي ما هي احمد عز بحب امير كرارة سقه بقى عشان تعمل اكشن مع امير كرارة كمان بس طبعا السقه ده تاريخ طبعا السقه ممكن مع امير كرارة تعمل اكشن كمان واحمد عز برضو بحس ان وزي ما كنا بنقول من شوية زافر عبدين اناس كتير بتعمل شبه بتقول على سوشال ميديا شبه بينك وبين زافر عبدين في طريقة الكلام التون الهادي ده يعني الناس يجي تظهر معي دورك فمش عارف ايه جان حلوة قوي عروس بيوت مرسي شكرا مرسي انا بس انا بس مش العريز بس مش مش مشكلة الحقيقة ايمن انا باتمنى لك التوفيق ودور مهم ومسلسل شادد الناس وفيه تعليقات كتير حقيقة على السوشال ميديا بس برضو هتقولي تحت الهوى زي ما بيقول ايه اللي هيحصل بالزبط هنعرف يعني بشكرك شكرا جزيلا شكرا تحب كده كيوسف تقول ايه للجمهور عن يارا يارا انا بحبها جدا وارجع اقول ان ريهام انسانة جميلة جدا فبزعل جدا لما بنعمل مشاهد بكون بدايقها بس انا هايز ااخد بس الفرصة دي واشكر بس فريق العمل ان احنا يعني تعبنا والفريق كله تعب وراء الكوليس من استاذ جمال العدل والمخرج بتاعنا العظيم سامي حبدالعزيز وهو واقل درويش مش عايز ابتدي اقول اسامي ان الناس هتزعل كل الناس هلين اقول كل صناعة العمل لها وان ريهام هي على فكرة اللي رشحتني للدور ده فليها فضل كبير علي فانا بحيز اشكر كل الناس ان انا الشخصية دي حطتني رجعتني لحتة جديدة وحتة يعني ان شاء الله تبقى كويسة النهاردة الحلقة السادة في احداث كتير كلم يارا بشخصية يارا وحنقفل بشخصية يارا وانت كيوسف اه لا اي حاجة بشخصية يوسف طيب يارا انا بطاعت اعرف اللي انت بتعمل ايه وشاكك وصديني حطل عينك بسم الجير دي او ما بيها مش هامل دي خلي بالك الحقيقة هتكشفه رايب مش هنديك فرصة ابدا نطلع عينها اينا مش هنديك فرصة ابدا نطلع عينها الفنان ايمال قسيوني بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله نلتقي بعد رمضان وتكون في مشاهد اكتر نقدر نتكلم عليها بشكرك وإلى الامام دي مشاهدينا انتهى الوقت الحقيقة دراما رمضان مكملة انتهى الاسبوع الاول من رمضان نجاح الحقيقة يعني عامل سعادة للناس في البيوت الناس هي بتتفرج على موضوعات كتير مختلفة وموضوعات متنوعة النجوم بيتقلقوا صناع لأعمال امتاج ضخمة صناعة كبيرة الحقيقة نجحت في الاسبوع الاول من رمضان بكل التنوع مكملين انساء الله مع الدراما انا التقي مع حضراتكم بإذن الله الاربع والخميس اللي جايين بإذن الله غدا مع الزميلة العزيزة دينا عبد الكريم وانا اشوفكم على خير بإذن الله الاسبوع الجاي تصبحوا على الالف خير لا وحتكملوا المسلسلات بالوقت تصبحوا على الالف خير اشتركوا في القناة